حج مسألة مش بسيطة تعب ومشقة رهيبة على قدر السواب المشقة أول مرة روحت حجيت سنة تلاتة وتسعين الف تسعمية تلاتة وتسعين كان أول مرة روح حج وحجيت السنة دي ما روحتش ولا اللي فاتت كنت موجود سنة اتنين وعشرين يعني حجيت وقت كل حاجة كانت صعبة جداً ما كانش فيه أي تأسيرات يعني كانت الأمور صعبة مش الموجود دلوقتي اللي هو حصل تطوير كبير في المشاعر المقدسة ووقتها أنا كنت بحضر لما كان يحصل على الجمرات بتحصل الناس تموت كنت ببقى حاضر ببقى أنه بقى موجودين يعني في مرات عديدة يعني لما حصل حراي وكنا نبقى موجودين المملكة العربية السعودية طورت كتير جداً لأنه الجمرات دي كانت أول يوم جامرة العقبة الكبرى مليون ونص راحين يرجموا في وقت واحد هتعمل ايه معهم؟ واحد ونص مليون راحين لازم يرجموا دلوقتي في الوقتي ده فكانت تحصل كوارث في المملكة بدأت في الفين ربما وستة يمكن يعملوا التوسعة الكبيرة اللي موجودة النهاردة توسعة الجمرات في مشعر ميناء اللي هي دايماً كان يحصل فيها مشكلة وانفقوا واختها انفاق هائل مليارات في ذلك الوقت يعني وعملوا طوابق متعددة للجمرات يمكن بعد شوية انتباحها مع بعض ولكن بحكلكوا تجربة اللي أنا عشتها سنوات رحنا لما كان مينة يدوب الشخص كده ودائرة مش عارف ايه في حصل فغيروا كل ده وعملوا الناس يعني عملوا اجراءات بصراحة كبيرة جداً وتوسعات كبيرة جداً حتى الطرق اتغيرت للأفضل طبعاً وحتى المشاعة المقدسة حصل فيها خدمات متطورة للغاية أنا بقول لها حالكم ما بين 93 والتسعين والتسعينيات وابداية الألفية لحد النهاردة كل شوية بيلاقوا اي حاجة بيحاولوا يقفلوها عشان يسهلوا على الناس وعلى الحجاجة